السلام عليكم مشاهدين الكرام نقدم لكم أحوال التقس من قناة النهار أول قناة إخبارية في الجزائر استمرار الأمطار الرعدية التي تخص المدن الداخلية وحتى المدن الساحلية وكذلك أقصى الجنوب مع استمرار كذلك الرطوبة العالية التي تصل في أغلب الأحيان إلى 90% وهذا يوم الثلاثة بحول الله نستهل الآن نشرتنا الجوية كالعادة بصورة القمر الإصطناعي والتي وضحنا دائما تمركز بعض الصحب وهذا على المدن الشمالية وحتى على أقصى الجنوب أما بالنسبة لتوقعات التقس صباحة الثلاثة أمطار الرعدية راح تخص السواحل الغربية ووصول إلى غاية السواحل الوسطى غير أن الأجواز تكون من صافية إلى مغشات جزئيا وهذا على السواحل الشرقية ووصول إلى غاية المرتفعات الداخلية الشرقية والوسطى بالجنوب تبقى دائما الأجواء مشمسة وصافية على العموم باستثناء بعض الصحب الكثيفة لحتخص منطقة الصورة وحتى أقصى الجنوب وصولا إلى غاية مرتفعات الأهكار والتاسيلي فيما يخص درجة الحرارة الدنيا المساجي صباحة الثلاثة ستصل إلى عشرين درجة بكل من وهران وحتى الجزائر العاصمة سجلت 22 درجة بمدينة تعنابة 20 بتلمسان 22 بمعسكر 20 بالمدية 22 باقسنطينا وشلف 24 درجة بتزوزو بالجنوب سيتم تسجيل 30 درجة ببشر 23 درجة بتندوف 29 بأدرة 32 درجة بعين صلاح 20 درجة بثمان رسل 20 درجة بورقة 27 بالود 26 درجة بأقصى الجنوب بمنطقة عين جزام نمر الآن لتوقعات التقسي ظهيرة ثلاثة تبقى ديمن الأجواء من صافية إلى مغشات جزئيا وهذا على أغلب السواحل الوطنية أمطار رعدية تبقى ديمن تخص المرتفعات الداخلية الشرقية وحتى الوسطى بالجنوب تبقى ديمن الأجواء مشمسة وصافية على العموم باستثناء بعض الرعود المحلية لحتى تنشط على الواحات وحتى على أقصى الجنوب أما هذه الوضعية الجوية ترفقها درجة حرارة قص ستصل إلى 32 درجة بمدينة وهران 33 درجة بالجزا العاصمة وحتى عن نابان سجور 34 بتلمسان 36 بمعسكر 38 درجة بتزيوزو كذلك غالما 34 بمدينة 36 درجة بشلف 40 درجة ببيتنا بالجنوب سيتم تسجيل 44 درجة ببشار 47 بيتندوف 46 بأدرار 47 كذلك بعين سالح 34 بطمان 46 درجة بورقلا وكذلك الود 38 درجة بأقصى الجنوب بمنطقة عينقز نمر الآن لا يطلل خفيفة على السواحل الوطنية والبداية تكون من سواحل بنصاف نحو وهران مستغنم إلى غاية تيبازا سيكون بحرق للإضطراب وفق رياح مختلفة لاتجاه إلى غربية تراوح سرعتها ما بين 15 إلى 25 كم وفق رياح وفق رياح وفق رياح شمالية شرقية تراوح سرعتها ما بين 20 إلى 30 كم في الساعة أما فيما يخص درجة مياه البحر ستكون دافئة ستصل إلى 26 درجة مئوية قبل أن نختم نشرتنا الجوية نتجه اليوم لولاية سوق هراس والتي تقع شرق الجزائر تبعد عن الجزائر العاصمة ب591 كم والذي يحبث زيادة المدينة خلال الأيام القادمة فإن التقص بها سيكون من صاف إلى مغشات جزئيا وهذا يومي الثلاثاء والأربعاء وسيكون ممطر يوم الخميس بحول الله مع درجة حرارة الدنيا ستراوح ما بين 20 إلى 23 درجة خلال الصباح وما بين 39 إلى 41 درجة خلال الظاهرة الرياح تعداش 25 كم في الساعة نسبة الرطوبة ستكون منخفضة ستصل إلى 45% في الأخير نختم نشراتنا الجوية بورقة المعلومات الفلكية لشروق وغروب الشمس التي تخص الجزائر العاصمة وبعض من ولايات الوطن بهذا مشاهدين الكرام نصل وإياكم لختار من نشراتنا دومتوم في رعاية لا وحفظه السلام عليكم